فجأة الدنيا قامت وما قعدتش على كل السوشيال ميديا في مصر وبراها وده علشان فجأة الناس انبهرت بفرح فيه مشاهير من كل دول العالم مش بس حضورهم كان اسطوري لأ خالص ده كمان رأسه غنى وليلة ولا الف ليلة وليلة موكي شيمباني رجل الاعمال الهندي اللي عود الناس على الامبهار دايما في الحفلات اللي بيعملها فعلا بيقلت بيها العالم مش يزار والموضوع مش بيعدي كده ابدا وكل حفلة يعملها تبقى ترند في العالم كله اخر حفلة عملها هي فرح ابن واللي فعلا حضر فيه من كل العالم ممثلين ومغنيين وكمان مشاهير ورجال وسيدات مجتمع فرح انا انت وليقلب الدنيا استمرت 3 ايام بليليهم وفرح ابن اغنى رجل في اسيا مش بس كده كمان العروسة راديكا بنت الملياردير شري مرشانت وكان على مساحة 3 فتادين كاملة الارض دي ما كانتش عادية ابدا دي كانت على ارض في بترول ايوة من البزغ عمل الفرح قاصد على ارض فيها بترول وهو كتر فلوس بقى الارض كمان اللي جنبها فيها ولي ملكه هي برضو 10 مليون شجرة وفيها اكبر بستان منجة في اسيا ايوة هي زي ما انتو سمعين كده كل ده بس بالنسبة للمكان اما بقى بقى الفرح فكان حكاية تانية العريسة اللي هو ابن اغنى رجل في اسيا كلها كان لابس بدلة هندية تقليدية جدا والاروصة برضو كانت لابسة فستانة على اطراز الهندي المعتاد ولي كل الناس عرفها وحفظها طبعا لانهم هيلبسوا بيدا لوفستين كتير الفترة الجاية لان الفرح هيستمر كده بشكل مبدئي 3 ايام ولكن وهيستمر الحد شهري يوليو الجاي في ولايات الهندية العريس والاروصة هيلفوا على كل الاماكن الفترة دي ويعملوا فرحتين وثالث وعاشر مش بس كده لقد خلاص اتأمن كل الطيرات وبقت خلاص في انتظارهم الرحلة دي بقى هيبقى فيها مصفيفين شعر يهمة علشان الناس اللي هتحضر الفرح ده غير كتبات الموضة اللي اتطبعت للناس علشان يعرفوا هم هيلبسوا ايه وازاي علشان يحضروا الفرح ده طبعا علشان البرستيج اللي هيبقى في الفرح موحد ديوف الفرح بقى بتوع اول 3 ليالي تعد معايا بقى ومتوقفش ابدا هم بيل جاتس مارك زوكوربيرج هيلاري كلينتون ده غير الملوك والامراء العرب طبعا ومن الفنانين العرب كمان كان فيه نانسي عجرم واحلام شمسي اللي بقى مش ناس كتير تعرفوا ان الفرح ده يتكلف 100 مليون دولار وهو طبعا اللي احية الفرح دي هي ريانا ودي وحدة لوحدها واخدة 8 مليون دولار ده طبعا غير الفنانين اللي رأسوا علشان يجملوا صاحب الفرح عادي كده زي سلمان خان والشارو خان طبعا في الثلاث ايام الاولى كان فيه 21 طباخ علشان يعملوا الاكل للمعازيم وده علشان يقدموا 2500 صنف مختلفين للضيوف علشان يضمنوا انه محدش ياكل من نفس الصنف مارتين في نفس اليوم طبعا الفرح ده اتكلمت عليه كل الدول العالم والصحف العالمية زي الجاردن وغيرها كتير لانه حدث مهم من رجل مهم اتعود انه يبهر العالم ويخليه في حالة من الزهول دايما وده بسبب اللي بيعملوا في ولاده الفرح ده بقى كان اكبر شوية من الفرح اللي عملوا انفابي البنت وايشا واللي فرحها كان في 2018 اتكلف برضو 100 مليون دولار بس اللي احيت الفرح وقتها بيانساي كان الاستقبال بتاع الفرح في بحيرة كامو الايطالية ولفي بي بعدها بلاد كتير في اسيا المفاجه بقى ان اللي بقيت ما كانتش تخطر على بال العروسة نفسها لان العريس ضحك على العروسة وبعد منزل وزنه وقت الخطوبة تماما وبقى حاجة اخر سنباتيك رجعتاني زي ما كان قبل الخطوبة تماما ووزنه زاد جدا الناس اتفجأت بي جدا لانهم طبعا شفوا صوره وفيديوهات الخطوبة وكان الكل في حالة زهون من العريس عمله وقادينا لسه هنشوف الثلاث شهر الجايين هيحصل فيهم ايه في الفرح الكبير ده